نساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي برنامج السادسة خلاص بكرة مباراة مهمة جدا بين الأهلي وحرس الحدود محتاجين بس 11 نقطة عشان نحسم الدوري وزي ما قلنا إنه كل ماتش من اللي جايين سواء حرس الحدود أو الإسماعيلي أو الاتحاد أو مصر المقصة كلهم كل ماتش أهم من اللي قبل وإحنا قادرين قادرين جدا إن إحنا بإذن الله نحسم الدوري قادرين نحن ناخد 11 نقطة وخلاص بقى نقفل صفحة الدوري نبدأ نفكر في صفحة أفريقيا واللي هي الهدف الأهم الحقيقة فيه محاولات مستمرة من تشتيت الفريق وتشتيت الكيان ونطلع فيديو الكهرباء دلوقتي أصلي الكهرباء بقى خلاص هيرجع يلعب وهيبقى ضفة كبيرة للفريق فليه ركز أو ليه اللعبة تبقى مركزة أو ليه الأهلي يبقى بيتقدم ومتصدر الدوري ليه كل ده يحصل طبعا ده مدايق ناس كتير جدا بس الحقيقة إحنا خلاص ما بنشغلش بالنا بالكلام ده الحملة الممنهجة دي بقى لها فترة طويلة وكل يوم كلامه كل يوم ده تصلي فيه خناقة في الأهلي ويطلع اللعيبة الحقيقة زي ما شوفناهم في الماتش اللي فات وقد إيه مركزين وقد إيه شوفنا أداء كويس جدا خصوصا في الشوت الأول بس زي ما بنقول دايما إحنا مركزين في هدفنا فايلر بيأكد أنه هو مركز في كل مباراة يعني بنركز جدا في كل مباراة وخلاص بنشغل بالنا بالكلام اللي بيتقل ده ولا حد هيقدر يشتت الكيان ده ولا إيه أحمد؟